بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سنتمنى اللي تشوف هاتفيديو يكون بخير وعلى خير ومصحة جيدة سنشكر الناس اللي تدعموا هات القناة من بعيد ومن قريب سنقولهم شكرا جزيلا ان شاء الله بحول الله وقوته اليوم غد نحط واحد الوصفة صالحة بالنسبة الناس اللي عندهم توكل او عندهم مغص في الامعاء على حسب قولهم كين اللي عندها بومزوية كين اللي عندها السحر المأكول احنا اليوم غد نحطه وحط الوصفة صالحة بالنسبة الناس اللي عندهم هاد هاد العوارد السحر المأكول هو يقدر يكون السحر كين شي حد ما قدرش بغي اديك ولكن تيدير شي حاجة في الاكل وتيسيلك بالسحر المأكول ولو يكون يأكل معك هو السحر بالاسم ديالك والانسان اللي يعطاك شي حاجة يحاول الانسان لكن غير موتوق فيه من يأكلهاش لأن الإنسان اللي موتوقش فيه إنسان ما سنعرفوش مزيان ما موتقش منه من ناخدش من عنده الأكل لأن الأدية واللات كتيرة والإنسان موقاش هاد الوقت صافي إذن ناخد الحشيات ديالي ونحاول أنني نحارب هاد الظاهرة ديال ليعطاك أي حاجة تأكلها إذن ولو نكون نعرفه إلا كان فيه قليل من الشك ما ناكلش ما كلته إذن بحول الله وقواته غالين ناخده الكروية الكروية كل شيء تعرف في العالم أنها معروفة باسم الكروية الكروية صالحة في علاج المغس الأمعاء وصالحة لتطهير الأمعاء من السموم للسحر وصالحة في علاج السحر المأكول هي صالحة في علاج السحر بالضبط المأكول نحاول أن ناخده واحد كمية إن شاء الله ونحطه على واحد القراءة مزينا اللي غادي تحاولوا أنكم أنكم تديرها بحول الله وقوته الله سبحانه وتعالى قادر إن شافينا وعافينا الله هو الشافي هو العافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغادر سقما بدون شك أن الله سبحانه وتعالى ما هما بدارين إلا بإذن الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله سبحانه وتعالى يلقص ملك الشفاء في لحظة إن شاء الله نعطيكم وصفة ديال السحر المأكول نعطيها لكم فمي ولكن حاولوا تديرها إن شاء الله بحول الله وقوته هذا ديال بومزوي هذه السحر المأكول نعطيكم وصفة ديالة دابا ولكن بومزوي عندكم القسط الهندي القسط الهندي تاخد واحد كمية وتقرأ عليها الفاتحة سبعة المرات وتخليها في شيء بلاستيكا وتشري العسل العسل يكون عسل جيد بخصوصا العسل عسل هذا عسل يكون جيد ولكن المهم أنواع العسل كثيرة ولكن العسل اللي تبغين تياه ولكن يكون حر يكون مزيان نحاول نقرأ عليه تهو سبعات سبعات المرات الفاسحة وآية الكرسي الوقت اللي نبغي أن ناخد الصباح على الريق هو شوية مور القسط الهندي عنده واحد المرارة ندير معلقة صغيرة مع معلقة ديال العسل ننخلطهم مزيان ونفطر بيوم على الريق نبقى تقريبا تقريبا نبقى عشر دقائق ونفطر أو شاني في الليل ناخده إما مع الحليب ناخد عاشق ونشرب عليها الحليب مع العسل هذه جيدة في بومزوي لأن بومزوي هو القلون العصبي العصبي إنسان اللي تتعصب بزاف تتعقد ليه واحد تتعقد ليه واحد العقدة فوق البوت دياله إذن نحاول نبعده من الغضب نبعده من المشاكين نبعده من القلق ولو تكون قلق ديال الدراسة ناخد هاد القسط الهندي شحال من إنسان تعالج به تيلا كان سحر ما أكول ولا شحاجة تعالج القسط الهندي نحاول إن شاء الله بحول الله وقوته هذه الوصفة الثانية إن شاء الله ديال الكروية غالي نقرأ عليها الفاتحة الكتاب سبعات المرات سبعات المرات الكروية نحاول نقرأ عليها سبعات المرات الفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب ونقرأ عليها قراءة أخرى إن شاء الله بحول الله وقوته نقرأ آية الكرسي سبعات المرات وهي تنفت نقرأ ونفت نقرأ ونفت بأن الله سبحانه وتعالى ينزل الشفاء روى قادر يشافي عباده الله سبحانه وتعالى هو الشافي هو العافي لا شفاء لا شفاءه شفاء لا يغادره سقامه المهم أنقرأ أنقرأ الفاتحة الكتاب سبعات المرات وآية الكرسي سبعات المرات وغادي نقرأ إن شاء الله بحول إن شاء الله غادي تأخذ الكروية وتقرأ عليها سبعات المرات آية الكرسي آية الكرسي وغادي تقرأ عليها الفاتحة الكتاب سبعات المرات وعيد الكوسي سبعة المرات وغادي نخليكم قراءة أخرى سبعة المرات سبعة المرات على حسب هذا القراءة ديلكم باش باش إن شاء الله تقرؤها بالصيغة ديلكم إن شاء الله بحول الله وقوتي ونتنفت على هذا المكون حلقة ونحاول أنني ما نتبخهمش نحاول ناخد معلقة منهم ونخوي عليها ننقيها مزيان من الشوائب وكل شي ونقرأ عليها هاد الآيات اللي غادي إن شاء الله نحط لكم ونبدأ بالفاتحة وآية الكوسي ونقرأ هاد الآيات سبعة المرات سبعة المرات سبعة المرات وغادي نفت على هاد هاد المكون حتى نكمل آيات ولكن الوقت اللي نبغي إن نشربها نشرب هاد الكروية هاد الكروية صالحة مزيان في إبطال أي سحر هي بوحدة بدون قراءة صالحة صالحة بلما تقرأ عليها هي صالحة لإبطال الأسحار بدون نقاش لأن هاد المكون دي الكروية صالح للسحر تلبخور صالحة للسحر نحاول تأخذي واحد كمية وتبخري بها مزيانة لنتطهير المنزل من النحوسات ومن أي عارض عندكم في المنزل ونحاول أنني نحط معلقة ونطبع لها الماء نخوي عليها الماء طيب الماء سخون فاتر يكون الماء مغلي جيدا وناخد معلقة قد هذي ونخوي هنا ونحط عليها الماء فاتر جدا يكون طيب سخون ونخليها قريب تدفع نصفيها ونشرب هذك المكون اللي حيت من الماء اللي مقرأ عليه القرآن نحاول نجمع هذك اللحو بشي محبق أو غرس يكون ورض ويكون هذي غرس لأنك قاري على القراءة القرآن إذن بحول الله وقوته نحاول أنني ولا نشفه في الضل ولا نشف هذك المكون في الضل وانتبخر به لأنه باقي صالح لاستعمال إن شاء الله بحول الله وقوته إذن ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا أنكم درو هذ الوصفة مفقايد هذا تاخدوا كأس صباح وكأس في العشية في الليل إذن اللي ما عندوش وقت ده يشربو مرة في الليل فقط إلا عندك وقت ومرتاح نشربو ولا نغليه في الليل ونخليه للصباح ونصفيه ونشربو المكون نشربوه في الضل ونخليه نتبخر به مرة مرة بشحي ديا الطاقة السلبية من المنزل إذن بحول الله وقوته غدين إن شاء الله نتوكلوا على الله وحسبونا الله سبحانه وتعالى على من ضرنا حسبونا الله على من بغاء يضرنا في الأبدان دينا إن شاء الله غدين ديروا هذ الوصفة ونحن نتقلن بأن الله سبحانه وتعالى هو الوكيل هو الرحيم والغفور في أي حاجة إذن نتوكلوا الله ونديرها بحول الله وقواته إذن ما بقى لي غير نقول لكم دعموني وفعلوا الجرس وتعبونوا خلوا ويلي لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته